معك كلا معظم الذين عملوا مع النظام السابق أو في الحزب الوطني حتلاقيهم لا يميلون إلى الاعتراف بثورة 25 يناية ويعتبرونها انقلابا أو بيسموها حتى مسميات يسموها عورة مش ثورة ويهينوا ثورة 25 يناية لماذا أخذت موقفا مختلفا وتعترف بهذه الثورة مع أنك عملت ضمن الإطار الحزبي حتى في الحزب الوطني وحتى في الإطار الحكومي كوزير وكنت قريبا من السلطة إلى حد كبير لأن قراءة الأحداث قراءة صحيحة دلوقتي عايزين نفرق لو عايزين نرجع إلى 25 يناية يعني مثلا اللي بيقولوا إيه جوهر ما حدث هو ثورة شعبية إيه تعرفها خروج مئات الآلاف الملايين اللي الناس في الشوالع بتطلب التغيير الناس دول بالتأكيد مفيش حزب واحدة لنظمهم مفيش قدر واحدة هم وناس كتير منهم خرجوا من تلقاء ذاتهم إنما يعني أنا تحليلي اللي هو العنوان بتاعت حركة كفاية كفاية 30 سنة كفاية وزراء لـ 20 سنة كفاية بغض نظر أنتم كواسين أو وحشين كفاية إذا أضفت إلى كده إن كان فيه مشاكل طلق بالعدل الاجتماعي إلى أخيه طيب لوقتي القضاء يا أستاذ وائل أثبت إن كان فيه مؤامرة على هامش هذه الثورة كان فيه مؤامرة مؤامرة كان أطرفها حماس وأناصر من حزب الله انتهكوا السيادة المصرية ودخلت سيارات مسلحة قتلت جنود وشرطة ودخلت وعملت مهام داخل مصر طيب إذا ألف ناس قال إن كان فيه على هامش هذه الثورة مؤامرة هل أنت هتاخد ده إنه انتقاص من الثورة ولا هتقول فيه ناس بينما كان فيه قوة شعبية نبيلة فيه ناس حاولت تستخدم هذا الموقف لأغراضها هذا الأمر لم يعد كلام إشاعات دي أحكام محاكم وصالت أحكام بشأنها إذا لا عايز أقوله إيه إنت إذا حركة شعبية واسعة النطاق على حوافها فيه قوة سياسية حاول تستفيد من هذا المد الشعبي لأغراضها إذا فيه انتقاد إذا فيه رفض يكونوا ليس للحركة الشعبية نفسها يكونوا ليه المحاولات اللي حاولت تسرق هذا العمل أو تنحرف به إلى مسارات أخرى والأسف حدث يعني وجود المؤامرة لا ينتقص من الثورة نهائي ولا يتمسك إن المؤامرة دي كانت خارج أطر الثورة نفسها ده ناس من خارجها أنت عندك وقائع أنت عندك التصريحات يوم 24 و 25 هناير هل الإخوان حينزلوا الثورة الإجابة لا الإخوان الحركة نفسها كالقيادة لن تتخذ موقفا إنما من يريد من أعضائها إن ينزل كفرد لا هو أن يفعل هذا النزول بقى المنظم كان على 28 و 20 فأنت بتكلم على قوة لم تكن جزءا من من الدعوة للخروج إلى الشارع طيب أنا شو أعزوه لحكا خلينا عشان نقول كده الشعوب على حق يعني لو حضرتك أحسن موزيع في الدنيا أحسن موزيع في مصر وجات لي وراء يقول لي والاي نسبة المشاهدة الوائل اللي براجي بقى تتنين في المية خلاص أنت وحش إنه الناس خلاص أنت الناس مش معاك رغم أن أنت قد تكون وفعلا أحسن موزيع وأحسن إعلام ففي نهاية الأمر ناس بتحكم ناس بتدريب البلاد الناس خرجوا قالوا يا أخوانا متشكرين قال متشكرين طيب اللي غلط نودي المحكم اللي ما غلطش بينك هو مواطن يعني يمارس حقوقه السياسية والاجتماعية زي زي مواطن ترجمة نانسي قنقر